اهلا مشاهدينا سواء كان للأسرة أو للأبناء أو لأولياء الأمور أو لستات الأرباط المنازل اللي بتابعون الآن على امتداد الشروق في مشاريع منتجة كبيرة ممكن تكفي احتياجهم ممكن برضو تكفي احتياج المجتمع الحولة يعني إذن ملفات ومحاور رشدات في بريد المشاهد حنتحور فيها إن شاء الله بربقة دكتور فايزة محمد فضل الصشاري أسري ومدرم محترف وأيضا في إدارة وتنمية وتطوير الذات وداعية إسلامي أهلا وسهلا صباح الخير عليكم والسلام ورحمة الله حبابكم حباب الشروق حباب المنظر الجميل اللي احنا قاعدين فيه الله يزايدك ما شاء الله يعني إبداع يمشي على غدبين الله يكريبك يا دكتور في البداية كده لو عايزين نتكلم عن تأسيس حياة متينة بالضرورة نمشي البيت ونمشي للتنشئة السليمة في تطوير أبنائنا وتربيتهم بالصورة الصحيحة شنو المطلوب من الأسر بالذات عشان نطلع بذرة طيبة بالنسبة للمجتمع طيب بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله نحمد الله سبحانه وتعالى حمدي كثير طيب مبارك فيك وإن شاء الله ربنا يبارك في جهودكم وجهود القائمين على القناة والناس الشغالين خلف الكواليس وأنا عايزة أبدأ يعني كلامي طالما عايزة نمشي للبيت قالوا في حكيم جوكو زوجين والزوجة كانت خلاص تام على وشك الولادة فقالت ليه إحنا عايزين تدينينا موجهات عشان البيبي بتاعنا دي يكون زول كويس ويكون زول إيجابي وكده فقام قال للزوجة والله كلامكم ما فيه كلام لكن جيتوني متأخرين كيف جيناك متأخرين إحنا لسه مولدنا قالوا كانوا صح تجوني قبل الزواج فنحنا وقفتنا الأولى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنا الحديث من أتاكم من تردون دين وخلغوا فزوجوه إذا ما الزوجهم هتحصل في فساد كبير فنحنا عايزين الشباب الآن والشابات وأولياء الأمور يقيفوا مع الشاب اللي هم حيدوه ثمرت فؤادهم حيدوه بيتهم البيت اللي حيدوها ولدهم هل فيوا المواصفات حقا القيم نحنا لو ما عندنا قيم بتبقى في مشكلة ليه؟ لأن نحنا يعني الزول بيغرس الغرسة بيشوف نتاجة ليه قدام لكن الغرسة دي بتقوم طوالة إنت حتديها أرض كويسة حتديها موية كويسة حتديها رعاية حتديها شمس حتديها عوامل عشان تديك نتيجة كويسة فنحنا أولادنا ديل عشان نحنا نغرس غرس حلو عشان هم يكونوا كويسين الرضاء الرضاء الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَعُ هل نحنا راضين ببعض؟ لو الأزواج راضين ببعض أي حاجة حتكون جميلة؟ أي حاجة حتكون طيبة؟ من الحاجات الجميلة اللي أنا عايزة أقولها في الجوال الحلو ده كام مرة في إبراهيم الفغي رحمة الله عليه وفي إشكال ما بين الوالد والولد يعني ما بتحابه الولد يدخل الأب يمرق الأب يمرق قراهية شديدة من شنو ما معروف لأنه في رضاء مفقود في البيت فدكتور الفغة رحمة الله عليه قال للوالد أنا عايز منك حاجة واحدة أنا عايزة تحتوي ولدك ده تحتويه وتحسسه بحبك وبعد ذلك ما تسأله من حاجة فالوالد كان بيجي يفتح الأوضة يدق الباب يسأله انت صليع ويرجع ما قادر يحتضمه يمشي المرة الثانية يدق الباب عملتك رايتك أربع مرات الأب وبيجي وبيرجع بيجي وبيرجع المرة الآخرة طوال يفتح الباب وقام حضر بقوا وإلى الآن هم علاقتهم مع بعض جميلة طيب دكتور ده كلام طيب وامتداد طيب بالنسبة لنواحة حقيقية في المجتمع اللي هي الأسرة وانت تكلمت عن قبل الزواج المفروض يكون يكثر الرضا التام والاختيار المناسب على حسب الدين الإسلامي معظم مشاكلنا في الحياة دي يا دكتور من عدم الاستماع بيدرسونا دايما نكتب ونقرأ لكن إنه نستمع جيد لبعضنا ما فيه وانت ذكرت يا أسي كمثال الأب والابن لو بيسمعوا بالسمرار بيسمع مشاكله وهمومه بخلي يلجأ للعالم الخارج يلبي كل رغباته قدر كيف الاستماع هو مهم في حياتنا إذا كان الأسرية أو الحياة الزوجية عموما والله يلا بح يوقفنا في حاجة نحن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كله ليك كان عنهم مسؤولة العلماء حقين التنمية البشرية لقون أنمار بتاعت الزوج إما هو سمعي أو بصري أو حسي بصري يعني شنو؟ بيستمد كل حاجاته ببصر ويستمد كل حاجاته بيسمعه ويحسي بالإحساس لما مرات نكون قاعدين في البيت ويجيك ولدك يقول لك يومي 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 تكلم معك ما تكلم معي ما تكلم معي لاحظ هي صرفته وهو كان عايزة شنو؟ عايزة تشوف ففي زول ما بيقدر يعمل حاجاته إلا إذا شوفته وفي زول ما بيقدر يعمل حاجاته إلا إذا سمعته فنحن نحس بأولادنا نسمعه نحاوره وأنا بوصي نفسي بوصي كل المشاهدين بحايتين نكتر من النحل ونقلل من النمل النحل هو إيشنا؟ النون النغضة البناء والحاء الحب واللام الليم نقلل من النمل النون النغضة الجارح الميم المقارنة اللام اللوم يا ما فقدنا ناس حنينين وقريبين مننا لأنه ينقارنهم بآخرين ما بنسمع مشاكلهم ما بنحس بيهم هم ما دارين يأكلوا يشربوا بس البهيمة في الشارع بتأكلوا بتشرب دارين نحس بيهم نحن في بيوتنا كالسودانيين بنوفر الأكل والشراب وبنقلل من الاحتواء فأنا وسطي لنفسي ولكل اللي بيسمعونا نحس بأولادنا نحس بأزواجنا ونحس بأسرنا يا سلام دكتور فايز دين فضالطيب لحديث مثمر والأسر للسودانيين اللي بتابعنا الآن يعني عشاء يكون في بريدة أنت ذكرتي أنه مرات الأسر أو الأمهات من غير ما يشعروا بيلقوا نفسهم هم طلعوا كلام جاري حسام بالنسبة لأبناءهم ودائما الظروف الذكرتك بيلي هي شمع يا ولد ما تعمل يا ولس والعبارات دائما يعني الدعاء الدعاء اللي بيكون بالعادة ذي فالحياة دا اللي احنا بناخدها بجانب أنه دي حياة عادية بالنسبة لي وهم بيتقبلوها لكن في عقلية الطفل ممكن تتكون صور ومشاهدات لما يكبر تكون الحياة دا مربوطة بذهنه مطلوب شنو من الأمهات بالذات أنه ما يقولوا الكلام الجارح بالنسبة لأبناء لأنه هو بتخزن في عقلهم حتى بعد يكبر يلا دي نحن بنسميه في التنمية البشرية الجدار الخاطئ وعندنا في القرآن بنسميه إنه سوء الظن الله سبحانه وتعالى قال في معنى حديث أنا عند حسن وظن عبتي بي لو أنت ختيت في زوجك ولا في ولدك ولا في بيتك ولا في الزولة اللي أنت دايره اللي بتحبه حسنا الظن حيمشي كويس ختت في والظن السيء حيمشي للسيء فالشاهد إنه إذا أولادنا دين أنا معلش هنديش فيه إنتهاب إذا أولادنا دين ولا بناتنا ولا أزواجنا حسينا بيهم وقلنا عليهم الحاجة الطيبة فهم حيسمعون أزرع طيب تحفظ طيب لأن الطيبين للطيب والله أماتنا زمان كان يقول لك تعالي يا الحبيب أيها تعالي يا دكتور مفردات ذات تعالي يا المغندس آسي تعالي يا زفد تعالي يا بدي الكلب تعالي يا إنت حيوان يا غبي وإحنا عندنا مصادر برمجة إحنا عندنا الوالدين والمدرسة والإعلام والأصحاب وإنت نفسك دي كلها بتبرمج الزوت إما تبرمج على الحاجة الإيجابية ومن ترب على شيء شب على شيء شاب عليه يبقى أنا بقول لهم أولادنا الصغار دي ما تفتح الصبارة بفوق ما تشي لكوباية ما تعمل كده ما تفتح يعمل شنو حيعمل شنو حتضربيه حينوم هو زعلان لما تشيف البيت فاضي وايح ليل ونام نام ما شاف الحمية اللي انت قلت تادي هو الكاش أضرب أفع بذات فو مرحلة تعلم يعني نعم في يبقى هو لا من ينوم حينوم على الحاجة السيئة بل مناسبة الزل لا من ينوم بخزين تضربوا أطلعوا الشارع أنا ما دا يراكم الكريسة كان ولدت بترتاح أنا مرتحت دي كل حاجات سالبة وحي يكون خداف يزينه وشان كده بيبقى ليل طارق طيب دكتور نحن هس عندنا وسائل تربية مساعدة والأسرة السودانية بينشغال أولياء الأمور يعني الأم مرات بتكون عاملة الأب بيكون عامل الأبناء برضو فالأبناء انت الحنالة الذكرتوا وقبالوا والاحتوال ما موجودة بيتفرع لهم من مناطق تانية وخاصة ده نحن عايزين لو دا ينكفل الأطفال منكفلهم بس في غرفة فاترة عشان نرتاح من ضجي يوم يعني بالذات فدرة الإجازة صحيح فأصبحت وسائل الإعلام هي تروج وتعلم أشياء غير تعاليمنا نحن ولا سلوكنا المفروض يحصل شنو بالضبط كده من الأسر أنا حكي لكم تنتبهي لحاجة دي زولة بعرفة ولدها صغير وكان في مشاهد ما جميلة في التلفزيون فقامت الأم بيقول لا أمشي يا بيت أمشي جيبي أمشي سرعة أمشي سرعة جيبي عشان نغير قال لا لا يا أمي خلاص باسة 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 وامتهى فلاحظ إحنا يعني إحنا قوي قلنا الإعلام ببرمجة الزول صحيح فإحنا مفترض يعني في سين معين بالمناسبة لحد الثامن ما ندي الأولاد حرية يحضروا أي شيء حرية شنو هم بيقعدوا في المسلسل المسلسلات الكبيرة الأسر الكبيرة بتلقى الأولاد قاعدينوا الأسر قاعدة معهم يعني وقاعدين يحضروا بيقى مشكلة يعني حتى تومي جيري مرات بيقلم حاجات ما جميلة نحن يلا ما عندنا الأشياء لهاتفة نحن مفترض يكون عندنا إعلام هادف ليه وقرنات متخصصة بالنسبة الأطفال هي فيها لكن برضو ما محتاجي لدعم يعني دائرة يعني يعني تكون شن زي ما تقول يحصل لها يعني تجويد تجويد يعني ما يحضروا أي حاجة لأنه عندنا سيمة معينة فالشاهد إنه هو عارف إنه هيعملوا وهم عارفين نحن مفترض دائما نزرح فيهم أنتوا قويسين أنتوا أخلاقكم أهم حاجة ابن الغيم كان بيقول شن الله شاهدي الله معي الله شاهدي الله معي ديل إنت لو ألمتم لأولدك إنه الله دمعك في أي حتة هتربي فيه يطلعوا من الصباح لحد الآخر اليوم في الجامعة يمشون من الصباح لحد الآخر يوم في المدرسة معهم منه ضمير فأهم حاجة إنه نزرح في أولادنا الضمير الجميل أنت طيب هتعمل حاجة طيبة ربنا بحبك إذا عملت الحاجة كويسة فواحد قال لي أمه أنا الله دزاد بقيت ما بريد يا هدت كلام شكرا تقدر تجيب لنا كلام الكفر قال لي قلت لي كان كدرت سيقطع اللسان وكان سرقت سيقطع يدي لماذا نديهم معرفة الله سبحانه وتعالى في الحاجات الماء جميلة نقول له إذا عملت الحاجة طيب ربنا سيحبك ربنا قال إذا تكون بصرك يكون سمعك يكون يدك صح هذه حاجات إيجابية فما نديهم من الشرع الحاجة المنفرة الآن شبابنا لما يمشوا المسجد يشوف الحتة الفعل عمود عشان يتكل ينوم دي كلها رسول الله قال صحيح طيب نجي للأسرة عشان والله المحاور فطفاضة ودسمة الحديث عننا بيطول يعني يمحور ده حلقة براو حلقة براو طيب نجي ظروف الهسة نحن نعيش الآن دي منعلك فيها شماعتنا ظروف صعبة جدا وطاحنا وممكن الأثار اقتصادية تتعاكس حتى على تربية تملائنا وتتعاكس على سلوك وكذا برضو عايزين رشدات في بريدة الأسر يعني ما نستصل من الظروف الأم هي أحيانا هي اللي بتكفل كل البيت هي المنتجة هي المربية هي على عاتقها كثير فنربي أو أسر منتجة تقدر تكفي احتياج الداخلي بالذات في فترة الأخيرة بيكتر جدا من المشاريع الناشئة بالنسبة للسيدات يلا نحن بنقول أماتنا بقولنا دائما المرمرة الدبارة الدبارة لهو التدبير صحيح نعم الدبارة ممكن تصنع من الأسر اللي يمون دمامور بنعمل منه العصير بإضافة فنحن يعني أنا كزوجة وكأم وكرب منزل نسوف المواسم يعني السليلة ما شاء الله طماطم جميلة ورخيصة نقطع الصلصة أيو نقوم نشيل منها حوجتنا نعمل منها بالمناسبة يعني كونك تكون قاعد إحنا مشكلتنا بنستهلك أكتر ما بنمتج مفترض يكون في يعني إحسيحنا عندنا في مبادرة يسمى مبادرة الثغافة التربوية بنشوف هوايتك شنو عندك رغبة تتعلم أيوة كأمهات في واحدين علمناهم صناعة الصابون بقوا يبيعوه والصابون حتى أنواع صابون اللوح صابون بشرة صابون السائل الجاف كل أنواع يلا في واحدة بتعمل الخبايز نعلم الخبايز وإنتي قاعدة في البيت ممكن تطلعي مصارف نفسك ممكن تساعد زوجك إحنا الآيان حيا ربنا قال وتعاونوا على البر إذا أنا ما عاونت زوجي وتاج راسي في البيت سعاون منه يبقى لازم أنه إحنا أي زولة تدخل دورة تدريبية في حاجة ما كلنا تولدنا من عرف الحياة ولدت للمعرفة ورساله السلام قال أطلب العلم من المهد اللحد فنحنا كمنتجات كأمهات بناتنا الشابات أولادنا ذاتهم نعلمهم بالمناسبة ما نقول ما في شغل الشغل فيه لكن كيف نحرك رأسنا من رزقه فنحن ممكن يديك الأفكار فنحن ممكن يديك الغوحة بتاعت اليد فنحن ممكن يديك القروش إحنا إذا دعواننا مع بعض نقدر نبدع نقدر نبدع فبس عايزين تفكير خارج الصندوق يعني قصة إنه المال ده معاير ممكن يكون قدام الناس مطاط أنا بكون عندي فكرة وإنتي يكون عندك المال ممكن نكمل بعض نكمل بعض ونأسس يعني المال ما هو أساس الإشكال الحقيقي أيوة ونستفيد من السوشيال ميديا في الحاجة الآن إنت ممكن تسوي وإنت قاعد في البيت ممكن أنا عندي ياسم منتجات يعني بتسويق لها من البيت ما محتاجة مني حاجة بعد أخير رصيد وأنا عندي كده وأنا عندي كده الزوبي يجي شي التوصيل في أنا بكون أنا اشتغلت والولد الشاب اللي بوصل لي يشتغل والزولة الآن مشوين منها اشتغلت ما في الشغل راقت لكن كيف حنا نبدأ ومشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة والسائقة واصلة والمبدية متمومة يا سلام يا سلام عليك يا دكتور طيب ضب خصوص الأم أو سيدة البيت فعلى امتداد السودان مرات الأطفال نحنا ما منشجع دائما عمالة الأطفال يعني لكن تذكرتي إنه في مشاريع منتجة بتكون داخل البيت أبناء أنا برضو يكونوا معانا عشان نعلم على قيمة العمل نعم فهم في فترة إجازة أين كان عمارهم يعني نعم المفروض نعلمه شنو في التوقيت دبا ذلك أنا يعني سبحان الله أبوي الله يرحمه كان زول بيشتغل في مكانات اللحة في المنطقة الصناعية نحن في الإجازة أبوي كان بعلمنا نشتغل معه مكانات اللحة ما ناسي بعرف ألحم كويس يا سلام لأنه يعني دي حاجة شفتها والتعليم بالمشاهدة قوي جدا فكان في الإجازة لما نشتغل معه يحفزنا عشان ندعلم المسئولية عشان ندعلم ندعلم نحن ننتي الأولاد الصغار شوفها التسالدة مش رخيص لكننا ممكن تعمل بصورة جميلة وتكون في وجودة عالية منكم من البيت هو يقعد يبيعه قدام الباب يمشي يستفيد منه غير كده إنه ممكن يعني نحن أسي عندنا حاج يسمى الكوتشيك اللي بناها الشخصية نعلم أولادنا كيف يكون عندهم راي كيف إحنا بالمناسبة أسي ما قاعد نعلم أولادنا يقولوا راي عشان نجي يخلو ذاتوا يشتغلوا اللي هي القيادة النعم القيادة لازم هو يكون يحس إنه هو أغائد عشان هو يقدر يعني يشك طريقه بصورة جميلة صورة يعني فيها يعني من صغير يكون راجع تكون عنده كلمته تكون عنده هيبة تكون عنده حاجته فلقوم نقول يوفر من مصروفك نحن أسي بالمناسبة أولادنا اللي بقروا في الجامعات لأنه يكون عنده حاجة معينة الرصيد يشتريون من مصروف يوفر فإذا كان النملة بتوفر النملة إحنا نحترم لأنها بتخزن مخزونة لفصلة آخر فكيف أولادنا الواعين والكبار فإحنا نعلمهم أنه يوفروا من مصروف مهما قل عشان يعملوا حاجتهم والآن بالمناسبة يعني في الفترة الأخيرة في عندنا شباب سوداني واعد دخلوا مسابقات في أمل الريبوت دخلوا في مسابقات في الذكاء الزهني نعم وهم صغار جدا فاللاحظ إحنا دلوا أن الناس لقوا رعاية والله يعني السودان ده يكون يعني بإذن الله تغيير إيجابة كثيرة تتكلمت في نقطة مهمة ولازم نقف عندها بصورة سريعة القيادة وأن إحنا في كل مرة من أسس لجيل أنه يقود البلد في فهمنا في بان السياسين هم الذين يتبؤون المقاعد أو هم الناس المخولة وما يقعد في مقاعد الدولة أو السلطة فلما ننشئ جيل قائد ومتعلم وتكنوك رازمة بقوله السياسين أو جيل متعلم أي زول في مجاله همية تربية أبنائنا من هم صغار إنه هم أجيال الغد الحية دي مرسومة عندنا وجرد إنه نحن نقطر لهم مظايف معينة في بالهم إنت عارف أولادنا في البيت أس في بعض الأطفال يكون عنده يحب الجنز الكحلي مثلا مع الأبيض مثل لبستك يقول إلا ألبسها أي مشوار دار يلبس الكحلي مع الأبيض معناه يحبه أنا ما أفرق عليه واللبس أخليه قول غراره الآن نحن 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 يمكنه قول غرار بل بك يبقي عشان نلبلي رغبته يضرب وتاني يعمل حاجة له دايرة لا لماذا أنت داير هذا يقول لك أنا أحبه إذا كان يعني شوف الرسوسة ع السلم نسألوا الصحابي وقال ليوا بيصلي بينا بس بيصورة اللي خلاص كل الصلاة بيصلي بينا بيخلاص قالوا لي لا يحبها قالوا يحبك الله الذي أحببتها فيه فإذا كان صورة بتحبها خلتك أنت محبوب عند الله سبحانه وتعالى فنحن أولادنا ديل عشان يتعلموا القيادة نعلموا أن يأخذوا غرار بين نفسهم يعني يعني إحنا زمان لمن أبوي يقول كلمة نحن ما بنقدر نتنيا صح كل ناس صح لكن الجيل دلع العين بالعين والسيل الراكب راس نعم أمه ما راكب راس لأنه بس بيبادروا بيشنو بيرايو ديبوا شاهدات يلا إحنا بنشوفها هلط هي ما غلط يعني اختلاف الراي لا يفسد للغضية فنحن نقعد معهم اسم الحوارة الهادف الهادي والهادف نحن ما أسيزا قال لك ما دانو بشي ما دانو تمشي بمتضرب وتاني ما تطلق نحن تعسفيين نحن كآبع نحن نقول ليه عايز تطلق الهدف شنو حتى حلقت راسهم دي حتى لبسهم لناغشهم في يا أغنعني أخنع وبعد ذاك المجايلة ذات يعني ديل غير الجيل اللي تربى عليهم يعني جيل دي جيل في عزة الانفتاح نعم سيدنا علي ربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم كان الصحابة يعرفوا إنه الزمن ده هيختلف عشان كده أنا بقبين قلت ليك إحنا نبني على شنو على القيم إذا ما بدين على القيم ولدنا ولبتنا إحنا نخاف عليه والآن أنا ممكن أبتي أخليها إن شاء الله تسافر برا ليه على قناعة إنه نمربياها إنه هي زولة ضميرة حي عند قيم عند أخلاق طيب سؤال دكتور فايزة هل بالضرورة التربية اللي إحنا تربيناها من أبهاتنا أو من أجدادنا في زمن من الزمان هو بالضروري إنه نطلق على أبنائنا في الظروف دي بالتحديد لأنه في كثير جدا من الأسر هي تربي نفس التربية وليس تربية انفتاحة والتغيير أي والبقبل أنا ما قلت لك مصادر البرمجة خمسة منهم الوالدين إحنا أسي كتاية تلقى فيك حاجة من أمك ولا من أبوك وإنت بتاقي في مواقب وكأنها عادة مرة تالية لأنه بتتذكرها باسترياء زهني أبوي عمل كده ومي عملت كده قالوا كان في واحدة بتشيل السمكة وتقطع الديل وتقطع الراس وتطبخها وتطلع جميلة جدا طعم حلو بزاد مع الجوة الجميل ذا يعني نحن جوعة كده فقالت له ogly jaki قلت له تقطع الراس وتقطع الديل وتطبخها قلت له شوفت أمي سألوا الأم قالوا أم الشراء قالوا الخالق فقالوا لا همتي ليه بيضك تعدين قلت له والله شوفت أمي والأم شاف يعني لاحظت حياتي متوابسة نحنا نشوف الحاجة الجميلة اللي من زمننا الفات نخدتها لهم لكن نديهم يضيفوا يضيفوا شنو انه يكون عندهم رضا بالحاجة دي انه يكون عندهم قناعة بالحاجة دي انه ده الغرار ليك اذا انت اخطأت تتحمل مسؤولية خطأك واذا انت اصبت تتحمل النتيجة بتاعتك واكيد انت حتنجح وبالمناسبة لو لا الفشل ما كان النجاح صحيح واي فشل ان شاء الله بيذن الله بعده نجح صحيح انا مقدر جدا دكتور فايزة محمد فضل السشاري الاسري والمدرب المحترف في ادارة وتطوير وتنمية الذات والدعاة الاسلامية على كل الافادات ورشدات القدمتية صباحا في بريد الاسرة في بريد المجتمع انا مقدر جدا انا حضولك صباحا كتر خيري الله يديك العافية وان شاء الله اولادنا يحفظون من الكعب ومن التعب ونخلي بانا برضو من المخدرات ونوعيهم ليها لانا لا يمدي مشاكلة كتيرة وان شاء الله بانا يحفظنا جميعا ان شاء الله تبقيك في المحور ده في حلقات جايبية الله يكريب الله يكريب